تطور جديد قد يقطع سكون العملية السياسية في العراق منذ تشكيل حكومة السوداني ويهدد بعودة التوتر إلى ما كان عليه بعد الانتخابات الأخيرة التيار الصدري مجددا ينوي إنهاء إضرابه السياسي والعودة إلى التنافس في انتخابات مجالس المحافظات ما يعني أن فترة الغيبة لم ترق لمقتدى الصدر وقرر الظهور بسيناريو جديد قد يكون أشد سخونة مما كان عليه قبل بحسب ما تشير إليه المطايات هذه السخونة مصدرها الاستعراضات العسكرية لميليشيا السرايا في البصرة التي أتت على خلفية توتر بينها وبين ميليشيا العصائب بعد قيام الأخيرة بمدهمة منزل قيادي في السرايا بمنطقة جرمت علي في البصرة هذه الحادثات عد الثانية خلال 48 ساعة حيث سبقها انفجار عبوة ناسفة أمام منزل قيادي في ميليشيا السرايا الأمر الذي يعتقد أنها كانت محاولة اغتيال له التوتر الحاصل بين ميليشيات الصدر والخزعلي ليست وليدة اللحظة وإنما تمتد لمراحل سابقة تتعلق بخلافات أمنية وسياسية ومطامع نفوذ بين كلا الطرفين كما أن الصدر يرى في الخزعلي متمردا منشقا عن جماعته بادئ الأمر مجلة فورين أفيرز وصفت الوضع الأمني والسياسي في العراق بأنه يتداعى بهدوء في ظل سيطرة ميليشيات الإطار على السلطة وسعيها لتصفية منافسيها والانفراد بالمشهد كاملا إلا أن التيار الصدري لا يعد جسما طارئا على العملية السياسية فهو من أحد مؤسسيها وله نفوذ اقتصادي وعسكري يعطيه دافعا للعودة مجددا وخصوصا في حال رأى أن انسحابه العلني من المشهد قد يغري قوى الإطار باقتلاء جذوره الممتدة في كل مفاصل عراقي ما بعد الاحتلال